أنا قلت وأكرر نحن لا نقر المحرارات يا سيدي لا شوف أقولك نهمل تربية المجتمع في فقه الأسرة هي عاملة زي إيه المجتمع المصري أو العربي بالذات بيعاني من جهل المطبخ فيه أمرين كبيرين هما محل الفتوى الحج والزواج والطلق صحيح يعني تلقى 80% من الحقيق يذهبون لا يعرفون الفرق ما بين طواف القدوم ولا طواف الإفادة صدقني ولا يعرف الفرق ما بين المبيت في ميناء يوم التروية ولا يعرف الفرق ما بين المبيت في ميناء أيام التشريق صدقني 80% أنا بقول لك من المسلمين لا يعرفون شيئا عن الأحكام المتعلقة بالحج نفس الشيء لما نيجي الفقه الأسرة المنظمات النسائية أنا لن أسميها في المجتمع أين دورها في ثقافة إعطاء دورات تدريبية للمقبلين على الزواج في حقوق الزوج حقوق الزوجة الحقوق المشتركة ما بين الزوجين كون المجتمع يقصر بمؤسساته العلمية والدعوية والإعلامية والثقافية أهمل هذه التربية وأنا آتي على شرع الله بالتغيير والتبديل أقول لا القول لا يقع ولا بد من الكتابة ما تربوا المجتمع ما تربوا المجتمع الخطب العمالة في المساجد بتكرر خطب أكل عليها الدهر وشرب لماذا لا يتكلمون إصلاح المجتمع بيكون بالخطاب الوعظي لا الأول طبعا توعية للناس إنما نقعد أتكلم عن الموت وعذاب القبر والشجاع الأقرع والخطب لماذا لا تكون هناك توعية في المساجد لفق الأسرة أنا لما طالبت الدولة مشكورة بإن يكون فيه كشوف طبية للمقبلين على الزواج هذا من باب المصالح إلا أنا قلت لك أنا بأعظر فيه الشيخ خلاد إنه بينزل المصلح أبو أكرر لك المرة التالية تدخل هالي نخرى في المصلح لا ماشي لكن هنا أنا بقول حاجة لا فيه تقصير من المجتمعات المسلمة لماذا لا توقع الدورات تسقي فيه للمقبلين على الزواج ليعرف يا سيدي بالله عليك حقوق الأطفال والأولاد اللي تكلم عليهم سمحت الشيخ غير معروفة في المجتمع الزوجة لا تعرف يعني هي جات مضت على عقد الزواج ماشي والزوجة مضى على عقد أو وقع على عقد الزواج لكن بالله عليك أتحدى أن واحد من المقبلين على الزواج يبقى ملم بما عليه من حقوق وما له من واجبات لا يوجد في المجتمع العربي إلا فقه البداوة أن الزوج هو سيد سيد وأن المرأة خادمة برد